السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في قناتي في وصفة جديدة هاجبت لكم اليوم هاد الميني تغطيلات وصيدخون يجو بزاف شابه بوحد الكريمة بطريقة مغيرة ان شاء الله تنالاعجبكم وتجربوها جي مونعيشة بزاف شابه هادي هي وصفة اليوم نمشيون بديو نخدموها امع بعض بسم اللهم بديو اللي هنا بديو بالعجينة اللي رايحة نحتاج فيها مية وخمسين جرام تعال الزبدة لا تكون بردة تكون يعني بحرارة المطبخ رايحة نزيد عليها حبات على البيض و رايحة نزيد عليها كاز إلا ربعة السكر الناعم يعني هاد العجينة راني ديجة اخدمتها معاكم شحار من الخضراف اللي تغطيلات حكذا سيكري ونالت اعجاب بزاف اخوات يعني تجي بزاف شابه تجي مقرمشة مجيشية بزاف و اللي هنا زيت عليها مغرف صغيرة لفاني و رايحة نخلط هاد المقادير مع بعض رايحة نزيد رايحة نزيد ربعة مغرف صغيرة الخميرة الحالويات على هديك الفارينا و نبدأ اللم في العجينة التاعي غير بشوية بشوية هكذا نزيد فلفارينا حتى نتحصل على عجينة قطرية و متماسكة رايحة نكمل اللمها كامل و هادي هي العجينة تاعي شوفو كيفش تجي تجي طرية تجي سهلة في الخدمة رايحة نحلها الهنا معاكم بالوراق كما راكم تشوفو يعني سهلة خفات حليها ما تجيش ما تجيش ما تجيش قاسحة ما تجيش طرية بزاف تجي روعة ما تجيش طرية بعد محليتها نجيش طرية و رايحة هكذا نطبع بها كما راكم تشوفو باش نديرهم خلال التخطيلات انتوي هكذا نسهل عليها الخدمة باش ما نرجع نرفض هكذا كورة تاع العجين و نبدأ ندير هكذا نطبعهم هكذا باش نجيش طرية سهلة مهلا كما راكم تشوفو يعني كي تكون عندك كمية كبيرة تقدر يقع العجينة تقطعها هكذا بهذا الدوائر وتحطي واحدة فوق واحدة لا يتلسقوا و لا يتلسقوا والدوري تلسقيهم لتأخذهم لا تنتبعك هكذا تسهل عليك الخدمة و لا تعيش يعني خدمة جنقية و تجيب الطبع كما هنا رايحة نكمل كامل هذه الكمية اللي عندي و دروك رايحة انتقبهم هكذا بالفرشيطة باش مينتفخوا ليش و رايحة ندخلهم للفرن يكون مسخن من قبل على درجة متوسطة و نحمرهم و نحمرهم قليلا و يأتي و يأتي و يأتي و ندخلهم و نمشي و نوجد الكريمة كريمة الليمون نوجد كريمة الليمون و هنا عصر تسجو حبات السعى الليمون و عندي حبات السعى البيض و عندي مغرف صغيرة على فاني نجيب كاسر و نحسب حداش المغرف تع عصير الليمون شوفوا يعني هذه الكريمة تعالليمون مغايرة على اللي درتها من قبل هذي تسجو تسجو و تسجو تسجو و تسجو و تسجو و تسجو و تسجو و تسجو حداش المغرف تعال عصير الليمون و نزيد عليهم 5 مغارف كبارة السكر و تستجو حتى 6 مغارف لحسب ما تحب نتوم هذه هي نخلط هذا السكر مع هذا الليمون و نزيد عليهم هذه المغرف صغيرة لفاني و نضعهم على الغاز حتى يدوب هذا السكر في عصير الليمون بعد ما داب يعني تسخن داب هذا السكر كامل نخلط هذا نرفض كمية صغيرة عصير الليمون و نزيد نخلط و نفرغ و نفرغ عليها هذه حبيبات على البيض يعني هذه الكريمة لا تأتيش فيها الماء و تأتي عقدة و تشاهد و نحرك 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 و نضع على النار متوسطة و من حيشة متحرك يعني نحرك كما راكم تشاهدوا حتى تعقض لي هذه الكريمة كما قلت لكم لا يوجد الماء و تعقض لكم غير بالبيض و تعقض لكم هذا يعني يأتي لون صفر يأتي كما راكم تشاهدوا كما تشاهدوا هذه عقادة الزبدة و نحرك و نعلي و نضع 85 لغاء الزبدة و سيجعل الزبدة و نضع الزبدة و نحرك إلى هذا الزبدة و نحرك و نلعط للشعر و نضع تماما لأنه هنا يدخد اضعها على الجمد و تبرد كامل و نبليها كما رأيها تشاهدون هنا بعد مردت منها سوف تحكم المرسة و لا تزال تحكم مرسة كثير يعني سوف تحكم المرسة على قرية الغياء بل اضعت العبوش و اراني نعمر فيها و سوف نعمرها في هذه التخطيلات الميني تخطيلات منها بعد مطابو و تحمرتها و شعر شبين و دريفين و خير الميني تحكم المرسة و سوف تحكم المرسة الميني تحكم المرسة سوف نعمرها نعمر الحب مليح سوف نعمرها بهذه التخطيلات و هنا كنت اضعت كريمة الشانتي و سوف نضيفها من فوق هذا المكان غير من فوق في الوسط سوف تحكم المرسة بلا موسة السيترون و كريمة السيترون سوف تحكم المرسة هذه المرسة بلا شانتي غير من العمر و بلاد من خلال انساءالله و احجبوكم هذه هي المرسة لديها اخبرتم و تذكرهم خلالهم او سيفرنا ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم وان شاء الله كامل تجربوهم وتبعتوا لي الصور في الفيسبوك في الجروب التاعي نحن نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته